بحث وزير الزراعة محمد داودية ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمي سبل تعزيز الرقابة على الغابات والمناطق الحرجية ومنع التعديات التي تقع عليها وإيقاع العقوبات الرادعة لكل من يتجرأ على المساس بهذه الثروة الوطنية وأكد داودية أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لخفض التعديات على غاباتنا بالتعاون مع الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام والأهالي لضبط أشكال التعديات كافة والتحطيب المخالف والجائر باستخدام الوسائل المناسبة والمتاحة من طائرات مسيرة وشبكة اتصالات لاسلكية وأبراج مراقبة فيما أكد الحواتمي أن مديرية الأمن العام تعمل وفق التوجيهات الملكية السامية بإلاء القطاع البيئي جل الاهتمام ومحاربة الاعتداءات الجائرة على المحميات الطبيعية والثروة الحرجية